السلام لبنات. اهلا وسهلا بكم بين جادي. الله لي وما لبنات جينا نقدموا هذه الخبيزات. لي كي يجيوا رائعين لبنات والداد. وشكل اخر. يعني نقدموه احنا وجهنا حمر. الضيوف دينا. شوفوا البنات كي يجي من الداخل. قطعتوا لكم. انا باقي سخونة لبنات. وانا قطعتوا باش نصور لكم هادة اللقطة هادي. الخبيزات بزرارع. اه ان شاء الله غنتقسمهم معكم البنات بجميع الاسرار ديالهم. وانتمنى البنات يعجبوكم وتتابعوا معايا الفيديو لتل اخر البنات. باش تعرفوا كيفاش صيبنا هادة الخبيزات لي كي يجي وراقينا البنات في التقديم ديالهم. عندي البنات هنا واحد زلافة ديال الفينو. عندي زلافة ديال فورسة البنات. ديرهم في هاد البولد العججان. وغادي ندير معاهم البنات واحدة ربيع كاس ديال زيت زيتون. قياس ديال الملحة. كل واحد يدير الملحة على حسب الرغبة دياله. وغادي ندير البنات معاهم واحد جوج المعلقة تكبارين ديال العسل. وغادي ندير البنات الخميرة الفورية. عندي واحد المعلقة كبيرة البنات الخميرة الفورية. وغادي نديرها. وغادي ندير المعلقة. وغادي ندير المعلقة صغيرة مسطحة. مش بحل ديال المعلقة اللي كتكون محفرة كتكون كتهزم زيان. ودابا البنات غادي نعجنهم بالحليب دافي. وغادي نعجن بيد ديال البنات كي نقول دائما. حتى نعرف القوام اللي بغايت عاد غادي نعطي العججان يدلكها. لعودة ، وغادي ندير المعلقة اللي بغادي نعجن حليب. سوف ندير المعلقة اللي بغادي نديرها والجارية. كنا نعرفوا هاد الفينو اللي بحاس سميدة. سوف نستخدم الحليب نضيف الحليب نضيف الحليب وعلى فكرة البنات يمكن أن تدركوا أبيت لكم كي كانوا يدير والدينا بكري كي تدير قصرية كي تبقى يدرك لكي تطلق الخيط وكي ترشي رشي شد الحليب وتعاودي لكي ترشي رشي شد الحليب تتوصل للقاوام اللي بغيتي كي نقول هاد الالات كي سهلوا عليك الخدمة وصافي نقل بها رهب اشتيتها من الدورة ديال الماكينة كتبها لكم رابع جينة قاصحة ونحن هاد هو الهدف بغيناها تكون قاصحة في الأول نزيدها شوية الحليب ونخليها تدلك واناكي قلتها الحليب اللي بغيتي على جوج للمرات تطلق تراثها وعود زيت حليب واحد اخر وخما صورتهم بجوز صورت لكم غيوحدة نقل بناته نقل بحليب على جوج المرات نقل بحليب عليها نقل بحليب كطعة وحدة وقد يُقل بحليب الكروشي نغطيها وغطيها ونخليها تخمر نقل بضعف الحجم ثم نقل بحليب سوف نقرصها سوف نغطي البنات سوف نغطي البنات سوف نغطي البنات المحطة سوف نغطي البنات سوف نغطي البنات نقوم بتحديد العجينة نقوم بتحديد العجينة نقوم بتحديد العجينة نقوم بتحديد العجينة اخير نقوم بتحديد عجين فترة اضع التجليل من القيامة اضع طهوة في هذا الطبخ اضع الدعوة نضع الخبيضة وضع الملية لديه دافية درجة دافي نضيف الزرار نضيف المسخون إذا قمنا برد نضيف الخبز نضيف الخبز نضيف الخبز في درجة الحرارة حتى تخمر نضيف المسخون ان تكون موضوع لدينا نصيحة لدينا نصيحة ان تنفيذ في الفيديو كم نريد خبز دافي لنضيف المزيد لا تخاف من المزيد لنضيف المزيد ايضا او اي حاجة او السميدة نضيف المزيد نضيف المزيد نضيف المزيد نضيف المزيد نغطيهم جانبا بخمرولية أثناء البنات نتكملهم كاملين نشعل الفران يسخن 200 درجة نشعل الفران في الفرفرة نشعل الفران وكل وحدة البنات تستعمل الفران بحلقة طيبة الخبز لحسب النوع الفران ووجد الضو كيف يتستعمل الفران نحن نسخن يتحقن لحسب الفران اصدقوني يطيرون يتجدون فران يقومون يتجدون يتجدون يتسعبهم ويقومون يتقومون تخرجون كيف تكون مغرب بلد الطحين انا اتقسم معكم الاسرار انا انا اعرفها او اي حاجة او اصيبها انا اضعها عليكم والخبز انا انا اعرف بزاف الاشكال اخدمت معكم الاخبز زليفات انا اخدمت معكم الباقيت بالسميدة انا اخدمت معكم الباقيت الانسينة انا اتقسم مع بعض اياتنا خبز زليفات مدلوكين خفاف والداد في نفس الوقت اقتصدوا ترى بشكل اخر هذه الانسينة لقد قطعتهم اتقسم تاعدهم وردهم جدا لكي تعرفون ماذا يجيش انا اتتمنى ان تكون لديها حسن ويجبكم اعجبكم اتجربوه اشترك لكم اخطعت لكم باقي سخون باش نصور باش نوريكم كيف يفجع وكيكا نقول دائما نتمنى لكم الابنات كل التوفاق وكل الخير اللي في الدنيا وبصحة وراحة الابنات وإلى فيديو مقبل إن شاء الله نتقسموا مع بعضيتنا سير من الأسرار دي المطبخ إن شاء الله